تحدي الحرب وجرائم الإبادة اللي بتتم على الأراضي الفلسطينية ليست فقط بإطلاق النيران المتبادل جريمة إبادة حقيقية بتشهدها الأراضي الفلسطينية ما هو أنت لما تشوف الجرفات بتاعة الاحتلال الصهيوني وهي بتاخد المصابين من المستشفيات وتلقي بهم تحت التراب وتهيل عليهم التراب وهم أحياء تبقى جريمة إبادة لما تضرب الكتل المدنية عن عمد تبقى جريمة إبادة لما تضرب مدارس الأنوروة عن عمد تبقى جريمة إبادة ده مش التعريف بتاعي ده التعريف اللي متفق عليه في الدنيا أهلينا في فلسطين الحقيقة لا يتصدون لهذه الحرب الشعواء والمذابح الوحشية وهذه الجرائم فقط بالرد عن طريق المقاومة وإنما بيردوا حتى بالموسيقى أطفال غزة بيتحدوا الحرب بالحياة بل بأجمل ما هو موجود في الحياة أنا عايز يمكن بس الأول نشوف إزاي أهلينا في قطاع غزة فلسطين المحتلة بيتحدوا الحرب بالموسيقى أجمل ما أنتجه العقل البشري هذه الفتاة هي رؤى حيدر حسونة عازفة العود في الأراضي المحتلة اللي بتتحدى ويلات الحرب بالموسيقى مع الأطفال زيك يا رؤى أهلا وسهلا يوسف أهلا وسهلا فيك وتزوء تفزيون العربي الفلسطيني أهلا بك أهلا بك طمنينا عليك يا رؤى طيب أنا اليوم بقول إيش باتشرف أني أكون معكم أهلا باتشرف أنا اللي بتدعم الشعب الفلسطيني أنا اسمي رؤى حيدر حسونة ابنة شهيد من 2008 اليوم هذه الحرب قاعدة بتخليني أعمل إيشي أنا بحب أعمله إيشي أنا بمبسوطة وأنا بعمله عملي 23 سنة وهاي هي الحرب اللي كانت الحامسة اللي أنا بحضرها بخلاف الاشتياحات والتصعد الأخرى رؤى وإنتي بتعزفي موسيقى على العود ويمكن السماء هي الصقف مش خايفة من العدوان الصهيوني لا هو شوف البروباجندا اللي بتطلع علينا إنو إحنا مش بشاق وإحنا ما بنخاف وإحنا ما بنحاس هذا كل صحيح إحنا زينا زي كل العالم نستحق الحياة ونخاف من الموت نخاف من فقدان الأحبة بالأكتر مش من الموت يعني إلنا نخاف نفقد الأحبة أكتر بخاف بس صوت الأطفال حواليه وهم مبسوطين بيخليني أبطل حاسب شعور الخوف بشكل كله بيخليني مسيطرة على هذا الشعور بتغني معاهم إيه؟ بنغني طبعا الأغاني الوطنية أغاني ستة وسيدي اللي من زمان بحفظونا إياها بنغني على دلعونة اللي بتحكي على دلعونة وعلى دلعونة زيتون بلادي أجمل ما يكون بنغني زريفة طول وهي قصة مشهورة جدا في فلسطين بنغني وين عرام الله ولفي يا مسافر وين عرام الله بنغني رجع الخي وهي أغنية بتخص الشهيد بتحكي رجع الخي عين لا تدمعيله فوق كتاف رفقاته ومحبينه رجع الخي يوم ما زغرتي له هالشهيد دماته دينا علينا رؤى يعني بالتأكيد البنى معاكي أنت وكل أهلينا في فلسطين يعني زي ما ذكرتيلي أن والدك استشهد في ألفين وتمانية وفي هذه الحرب فقدت مين يا رؤى من الأهل والأسرة أو الأحباء فقدنا كتير هو شوف كم مجتمع زي إحنا كلنا هنا بنار بعض يعني مثلا رفح أهل رفح كلهم بعرفوا بعض وجزء منهم بيعرف أهل الشمال جزء من الشمال بيعرف أهل الدير جزء من أهل الدير بيعرف أهل خنيونس جزء من أهل خنيونس بيعرف أهل المصيرات فعليا إحنا هون كان نحكي مساحتنا كمساحة مثلا شارع في مصر فلك أنت تخيل قداش الناس بتعرف بعض فأنا اليوم فقط واحد من أعز الضقائي هو فنان زيه هو كمان بشتغل مع الأطفال زيه اسمه محمد سامق ريقع فنان فلسطيني معروف بفنه ومعروف بقلمه فقد كمان بنت خالتها لأمي وهي مهندسة مخالصة هندسة خمس سنوات فقدنا كمان أولاد عم أمي فقدنا أحباء كتير حتى لو أنت بتعرفش الشخص معرفة كاملة فأنت أصلا شايفه قبل هيك ما عاشره قبل هيك على الأقل شايفه بشغل بحارة بأي مكان أنت رايحه فأنت فعليا العشرين ألف شهيد اللي انفقدوا هم انفقدوا وإحنا كلنا بنعرفهم حتى لو ما بنعرفهم شخصيا صحيح وهتكملي في العود وفي الموسيقى والغنى هكمل لحد ما تخلص مشكلة النازحين ويخلص مشكلة تخلص الحرب وبعد الحرب رح أكمل بالأمل اللي رح أعطيه للأطفال كمان تاني عشان نرجع نعمر لحد بنقوله جديد كملي يا رؤى كملي وبنتمنى أن احنا نسمع صوتك يمكن في وقت من الأوقات قريب لكن يبقى في ظرف أحسن من كده بكتير يمكن نسمع صوتك والعدوان متوقف يمكن نسمع صوتك وفلسطين كلها مستقلة أتمنى ذلك يا رؤى شكرا جدا ليكي وربنا يحفظكم كميعا عزفة العود التي تحارب الحرب بالموسيقى والغناء رؤى حيدر حسونة تذكروا هذا الاسم